موسيقى حلقة جديدة من منشات أحمر معي أنا ريمان عيسى إلى أبرز المنشات موسيقى عام غامض سياسيا أمام العراق الصدر يواصل عزلته ومواقف متباينة من القوى السياسية بشأن مستقبل الحكومة موسيقى في متابعة لملفات منشات أحمر شرطة أربيل تغلق الملها الليلي بتهمة انتهاك الطفولة رحلة البحث عن الطفل مستمرة موسيقى طوليا العالم يبدأ عامه الجديد بموجة تفش لمتحور أشد فتكا من كورونا الصين مركز البؤرة مجددا موسيقى 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 أهلا بكم مر عام 2022 ثقيلا على العراقيين كما جميع أنحاء العالم لكن في العراق كانت هناك مفاجآت وتحولات قد لا تحدث كثيرا في بلد تتسم العملية السياسية فيه بالجمود والتشكيلات الحكومية الخاضعة للاتفاقات المسبقة تتفق آراء عديدة على أن العام الجديد قد يحمل مفاجآت هو الآخر لا تقل أهمية عن مفاجآت العام الذي سبقه وكان أبرزها انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عاش العراق خلال عام 2022 تداعيات نتائج الانتخابات الصادمة والمفاجئة للكثير من القوى التي وجدت نفسها فاقدة لمقاعدها وتوالت الاتهامات في حينها بأن الانتخابات شابهت تزوير والفساد لكن سرعان ما تبخرت تلك الاتهامات بعد حدث مفصلي غير وجه العملية السياسية برمتها انسحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في خطوة أثرت الكثير من الجدل أوضح وزير الصدر فيما بعدها أسبابها الحقيقية ومن بينها إحراج الخصوم ممن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزورة وتساءل في حينها هل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزورة تلا هذه الخطوة صعود خاسرين إلى مجلس النواب بدلا من أعضاء الكتلة الصدرية الذين انسحبوا من مجلس النواب العراقي على خلفية قرار انسحاب الصدر ورغم أن صعود أولئك النواب أثار جدلا كبيرا في حينها لكن الخطوة مرت وتشكلت الحكومة على أساسها في ذلك الوقت أبدت معظم القوى السياسية دعمها لتشكيل حكومة جديدة ورشحت محمد الشيع السوداني لرئاسة هذه الحكومة وبالفعل جرى ذلك وصوت البرلمان على تكليف السوداني بالأغلبية بهذه النقطة بالتحديد تتركز المخاوف من سحب بعض الكتل لدعمها الذي كانت أعلنته للحكومة الجديدة حيث أن الكثير منها لم تصدر موقفا واضحا بشأن مواقف عديدة شهدها العراق منذ تشكيل الحكومة ولغاية هذا اليوم في هذا المنشط سيكون معي عضو طيار الحكم رياض العوادي من بغداد ومدير المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالح والبحث في شأن السياسية سيد رافد العطواني أيضا من بغداد أهلا بكم ضيوفي الكرام وأبدأ منك سيد رافد يعني يمكن اعتبار العام الماضي هو عام الانسحاب الصدري من العملية السياسية السؤال الذي ما زال يطرح وماذا لا يخيم على المنشيط السياسي كيف سيعود الصدر إلى العملية السياسية وهل سيعود إلى العملية السياسية تفضل تحية الجنابش أستاذ ريمة ولكافة عاملي ومشاهدي الشرقية أنا أصف العام المنصرم هو عام خيبة الأمل للتغيير خيبة أمل للإصلاح بعد أن أعطى شارع العراقي أكثر يعني من 800 شهيد وكذلك ثورة عاشرة أعطت أكثر 52 شهيد كل هذه الدماء التي سالت والتضحيات التي شهدها العراق عبر حكومات مأساوية بمعنى الكلمة اضطراب بالجانب الاقتصادي الأمني حروب ومناكفات اقتصادية اجتماعية طائفية هذه المآلات كلها جميعا أرادت قوات شرين والشعب العراقي وكذلك بعض القوى الخيرة على رأسها جزء منها يعني التيار الصدري بأن يحاولوا أن يغيروا المشهد العراقي لكن في نهاية الأمر الحقيقة باعت كل هذه المحاولات وانتصرت إرادة عدم التغيير وأعيد العراق مرة أخرى إلى مفهوم المحاسسة والمغانمة هذا الشق الأول الشق الثاني أنا أعتقد أن سماحت السيد مقتد الصدر أو التيار الصدري هو الآن هو مراقب للعملية السياسية جرت يعني أنا لدي معلومات هناك الكثير من الوساطات استخدمت من أجل نعم يراقب بصمت لأنه لا يمكنه الحكم على أداء حكومة هي حكومة لم تنتج عن عملية ديمقراطية إنما نتجت عن تفاهمات ما يعرف بوثيقة إدارة الدولة وحتى هذه الوثيقة هي لم تعرض للشارع العراقي حتى هذه اللحظة ولم نعرف من هم الموقعين لكن نسمع بها بالإعلام وأنا أعتقد حتى هذا العقد أو هذه التحالف سينفرض لأن هناك عمليات تسقيط متبادلة ما بين القوى داخل الإطار التنسيقي لاستحواذها على بعض الهيئات الأمنية التي لا تريد الولايات المتحدة استحواذ جهات هي تصفها بأنها جهات أذرع لإيران أو أنها تحث قائمة الإرهاب وقد وضحت قوى داخل دولة القانون بأن لا يمكن لقوى مسلحة أن تتسنم مهام هيئات أمنية سيد رافت سنتحدث عن الانقسامات والخلافة داخل القوى السياسية أيضا في سياق هذا المنشيط أنتقل إلى عضو طيار الحكمة السيد رياض العوادي مرحبا بك سيد رياض إذن هو عام النكسة السياسية عام خيبة الأمل السياسية كما تحدث السيد رافد العطواني دعنا نكون متفقين أن هناك عدم استقرار سياسي أو عدم أمان سياسي بشكل دقيق الكل ينتظر ويتوقع حدث سياسي قد يغير المشهد ويربك المشهد السياسي في العراق نعم حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام حقيقة من محاسن العملية السياسية في العراق أنها عملية شفافة أي هناك ديمقراطية حقيقية قد تكون الأولى في الشرق الأوسط مع وجود مع الملاحظات ومع السلبيات ولكن لا نبالغ إذا قلنا أنها تجربة ديمقراطية فريدة يراد لها أن تبنى بشكل أنضج وتكبر بشكل صحي أكثر لكي تنتج معادلة أفضل ونتائج أكثر رغبة لدى الشارع العراقي لكن مع ذلك في العمل السياسي لا يوجد انسجام وتوافق بين الجميع كل الدول المتقدمة توجد صراعات سياسية في أمريكا التي هي اليوم الدول الأكبر في العالم هناك صراع بين الجمهورين وديمقراطيين يعني لفتني حقيقة وصراع واضح للعيان لكل العالم كل الدول المتقدمة توجد هناك لفتني جدا وصفك للعملية السياسية سيد رياض لفتني جدا وصفك للعملية السياسية بالعراق بأنها قائمة على أساس ديمقراطي حقيقي كل التقارير التي تصدر من قبل المراقبين الدوليين ومراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الدولية تقول أن الديمقراطية اليوم في العراق ليست ديمقراطية حقيقية والنظام السياسي يعني هو ديمقراطي فقط بشكل سوري وليس بشكل حقيقي أين الديمقراطية اليوم في العملية السياسية في العراق بأن ينسحب رئيس التيار الصدري من الانتخابات وينسحب أعضاء البرلمان الصدريين ويأتي بدلا عنهم هذه ديمقراطية؟ نعم هذه ممارسة ديمقراطية حقيقية التيار الصدري نأى بنفسه حينما لم يستطعن يشكل الحكومة بمفرده نأى بنفسه وانسحب هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية انسحب بدون تأثيرات لا داخلية ولا خارجية ومن صرح بهذا القول زعيم التيار الصدري سماحت سيد مقتدى الصدر قال لم نتعرض لأي ضغوط لا داخلية ولا خارجية بل رأينا أنه لا ننسجم مع هذه العملية التي تسير برؤية غير رؤيتنا فضلوا الانسحاب هذا نوع من الانواع الديمقراطية بل مثال حقيقي احتذا به في الديمقراطية لم يأتي بإرادة شعبية ومن جاءوا بدلا عنهم لم يكنوا بإرادة الشعب الانتخابات الانتخابات هي مظهر حضاري مظهر ديمقراطي كان متاحا للجميع من ذهب للمشاركة بمحظ إرادته فهو مثال للديمقراطية الحقيقية ومن لم يذهب أيضا بمحظ إرادته أيضا هي ترجمة للديمقراطية ليس هناك إجبار لا على الانتخاب ولا على عدم الانتخاب إذن هو مظهر حضاري ومظهر ديمقراطي نسبة المشاركة قليلة نعم أتفق ولكن هذا ما أفرزته العملية السياسية والعملية الانتخابية أفرزت هذه النتائج لا يمكن أن تتوقف الحياة السياسية ولا العمل ولا تقف الدولة إذا كانت هناك انتخابات ذات مشاركة نعم تمنيناها أن تكون مشاركة فاعلة تمنيناها أن تكون مشاركة يعني بكل المستويات تكون كبيرة بمستوى الاختيار وكبيرة بمستوى المشاركة ولكن هذا ما أفرزته وهذه إرادة الشعب الكثير فضل عدم المشاركة إذن هو بمحظ إرادته ابتعد عن المشاركة وهو مظهر من مظاهر الديمقراطية أفرزت هذه النتائج إذن لا بد للدولة أن تسير الانتخابات قادمة لربما تكون هناك انتخابات مبكرة أو انتخابات غير مبكرة في وقتها بكل الأحوال العملية الديمقراطية تسير ما يراد لها هو أن تسير وتستمر بالمسير لا نريدها أن تتوقف فتوقفها نتائجه السلبية أكبر من أن تمضي وإن كانت عرجاء إذن الأمور مضت وهذا التنافس السياسي هو تنافس ديمقراطي إذا كان يصف في مصلحة البلد وفي مصلحة العراقيين ما أفرزته العملية الانتخابية والنتائج الديمقراطية الأخيرة نقول هي مقبولة ندعم الحكومة ندعم الحكومة على أن تأتي بنتائج خدمية حقيقية يلمسها المواطن قريبا نشخص السلبيات ونحاول إيجاد حلولها وهذه هي الديمقراطية للمعارضة الديمقراطية الحقيقية نعم لكن دعني أرحب المدير المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالح مرحبا بك سيد رائد لا أدري إن كنت معنا في بداية هذا المنشيط السيد رافض العطواني يصف العام الماضي بعام الخيبة السياسية والعوضة إلى المصالحة بينما يقول السيد رياض العوادي بأن التجربة الديمقراطية في العراق تكون الأولى من نوعها في المنطقة كيف تصف العملية السياسية اليوم في العراق تحديدا ما جرى خلال عام 2022 تفضل أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الكرام بالحقيقة أنا لم ألتحك إلا حاليا وما سمعت يعني اللي ذاق لذلك لخصت عليك لكن نعم لكن إذا تسمعيني نعم أسمعك أسمعك سيد رائد تفضل ماشي إذا نقيم السنة الماضية نجد أنها كانت نكسة بالعمل الديمقراطي نكسة من ناحية أن الفائز الأكبر أجبر على الانسحاب من تشكيل الحكومة عن طريق يعني استخدام الثلث المعطل واستخدام كل الإمكانيات وكل الضغوط اللي كانت نتيجتها انسحاب الفائز الأول كما أن النكسة في هذه السنة السنة الماضية أيضا عبرت عنها مسألة إطالة تشكيل الحكومة يعني تشكيل الحكومة استمرت تقريبا عام كامل بعد انتخابات 2021 لذلك أي تقدم وأي ديمقراطية نتكلم عنها الديمقراطية هي احترام الفائز احترام الأصوات احترام نتائج الانتخابات وبالتالي كل الديمقراطيات المحترمة بالعالم يكلف الفائز الأول بتشكيل الحكومة كيف تصف اليوم البرلمان الحالي؟ هل هو جاء بإرادة شعبية؟ مع احترامنا طبعا للناخبين بالطبع هو لم يأتي بإرادة شعبية لم كانت هناك في الانتخابات السابقة كانت هناك أصوات للمقاطعة والكل يعلم أن نسبة التصويت لم تتجاوز 30% لكن مع ذلك ما أمامنا خيار إلا هذا الخيار خيار أن نعترف بالانتخابات لكن ما بعد ذلك هو الذي سحب الشرعية من البرلمان الحالي وأصبح ما نقول سحب الشرعية كاملة نقول منقوص الشرعية كنا شهد لأول مرة انسحاب الفائز الأول بالانتخابات نتيجة ضغوط كبيرة عليه ونتيجة إخدام الثلاثة المعطلة سيد رافد هل من الصعب التوقع أو من الصعب استشراف ربما المستقبل السياسي للعراق في ظل ربما عدم وجود استقرار سياسي في ظل حدوث مفاجآة دائمة في العملية السياسية في ظل استمرار الخلافات والانقسامات داخل القوى السياسية هل يمكن أن نستشرف ما الذي سيحصل في العراق سياسيا في عام 2023؟ يعني أنا من وجهة نظري أنا أعتقد أن العام القادم سيشهد الكثير من الاضطرابات يعني الوعود التي قطعها الإطار التنسيقي للقوى المتحالفة معه على أقل تقدير المادة 140 المناطق المتنازع عليها كذلك منطقة جرف الصخر صحب الفصائل المسلحة من المناطق الغربية هذه ستوقع الإطار التنسيقي بحرج مع قواعد الشعبية التي بنيت على أساس أيديولوجي ديني يعني يعتبر أن القوى أو الفصائل هي مشروع جهادي مشروع ديني إسلامي هذا المشروع يجب أن يبقى وأن الدماء يجب أن تحفظ وأن انسحاب هذه القوات من المناطق الغربية أو منطقة جرف الصخر هو بمثابة التجارة بدماء الشهداء هذا النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أعتقد الموضوع الاقتصادي موضوع جدا صعب وشائك حكومة السودانية ربما ستوقع الدولة العراقية بمشكلة لا يمكن حلها أكثر يعني بعد عشر سنوات أنا أعتقد لا يمكن حلها الموضوع الاقتصادي أو الحالة العراقية السياسية بمجملها يعني الشق السياسي الأمني والاقتصادي موضوع يحتاج إلى تغيير جدري التقصد يعني إلى موضوع للأسف كما قد في باقي الكلام سيدرافت إلى موضوع يعني الدولار بما يعني اقتصاديا الدولار سيؤثر كثيرا بالضبط ليس فقط ليس نعم الدولار حتى هذه اللحظة يعني هناك تسريبات أن قيمة الدولار الذي سيقر في الميزانية هو 70 دولار يعني قيمة البرميل النفط الذي سيقر في الميزانية 70 وهذا يعني غير مرجح وسيدخل العراق في أزمة أو خانقة يعني لعدة أسباب أن الصندوق النقد الدولي واضح صرح بأن عام أو الثلث الثاني من عام 23 سيمر بأزمة اقتصادية دولية هذا سيؤثر على يعني كمية التصدير وانخفاض النفط خاصة وإذا ما علمنا أن العراق يعني ريعي يعتمد كليا على شبه كليا على موضوع التوزيع الرواتب للموظفين زاد على الموظفين بالعراق حوالي يقترب إلى خمسة مليون موظف وهذا الرقم يعني من المرجح أنه بعملية ازدياد هذه الوعود ويعني عدم رسم صورة واضحة للاقتصاد العراقي أنا أعتقد أنها ستدخل العراق بأزمة حقيقية اقتصادية سينتنعكس تماما على دول الجوار وعلى نهوض تشرين أخرى أنا أعتقد أن تشرين جزء من تشرين هم الآن عزلوا وهنا نعم تشرين يعني ليس هنا أقصد امتداد لا أنا يعني أثمن جهود امتداد امتداد كان أداها سياسي جيد إلى حد ما وكانت معارضة لتشكيل حكومة المحاصص تستبق دائما أسئلتي رح ناقش موضوع تشرين وورقة التظاهرات أيضا في سياق هذا المنشد دعني أتوقف عندما ذكرته من الناحية الاقتصادية والاضطراب الذي لمحت إليه الذي توقعته ربما سيحدث في عام 2023 مع سيد الرياض العوادي سيد الرياض هذه ليست توقعات إنما هي قراءة تستند إلى معطيات إلى مؤشرات معينة ليس فقط السيد رافض العطواني من يتوقعها إنما الكثير من المحللين والكثير من المتابعين والكثير من المفكرين اليوم السياسيين في العراق يتوقعون أن عام 2023 سيكون مختلفا مضطربا سيكون هناك ربما وضع اقتصادي أكثر سوءا في العراق تفضل نعم طبعا في السياسة كل شيء متوقع يعني لا يمكن أن نتوقع السلب والإيجاب لأنه كل شيء لأن المتغيرات سريعة خصوصا في السنين الأخيرة رأينا الأحداث يعني متسارعة جدا في معطياتها في كل بقاع الأرض قضية القضية الاقتصادية يعني أقدر أقول يمكن ناقشهم شقين نعم الشق الأول بما يخص العراق أننا اليوم نحت يعني واقع حال وجود واقع حال أنه هذه التركات التي ورثتها حكومة السوداني أو هذه التركة الثقيلة التي من الترهل الاقتصادي الترهل الوظيفي الأزمات التي ربما تحدث في أي لحظة هذا لا يعني النقف متشكينة فقط بل هناك واجب أعتقد واجب وطني على جميع القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة المعارضة والموالية أن تقف وقفة واحدة لإنقاذ أو التخادم البيني بين القوى السياسية لإيجاد مخرج لأي مشكلة قد تحدث أو أي أزمة اقتصادية قد تحدث لأن الخاسر الوحيد هو كل الشعب العراقي يعني ما أكو يعني جمهور حزب معين سيكون مرفه وجمهور حزب آخر سيكون منعم الكل سيصيبه أداء إن وقع على سامح الله كوباء كورونا أصاب المترف قبل الفقير ولكن ولكن هذه الأزمة نعتقد أنها أزمة وطنية إن حدثت يجب على الجميع أن يتكاتف لتلافيها أو تلافي الوقوع إذا كان هناك توقعات بحدوثها القضية الأخرى أنه ليس كل الاستبيانات والتوقعات الدولية أو العالمية هي تكون صحيحة أو لربما تحدث بالفعل أدنا في السنتين الأخيرتين كانت هناك توقعات وكانت هناك رؤية وخصوصا الولايات المتحدة والدول الغربية للشرق الأوسط وللعالم وانحدار أسعار الوقود في العالم ولكن حدثت فجأة الحرب الروسية الأوكرانية وحدث غير متوقع قلب الطاولة وقلب المعادلة رأسا على عقب وتحول المصنعي البترول إلى دول محبوبة ويراد لها الأمن والأمان والاستقرار كي يتم استمرارية تصدير الوقود بسلاسة إلى كل من يحتاجه وخصوصا الدول الغربية إذن لا يمكن أن نتكهن نعم نحن لا نقول أن استشراف المستقبل غير صحيح بل تيار الحكمة من ضمن المبادرين والمبدعين في قضية استشراف المستقبل ولكن لا يمكن أن نتكهن بشيء لم يحدث حتى هذه اللحظة نعم يراد للحكومة أن تخطو خطوات جدية في إيجاد ووضع حلول مستقبلية لأي طارق قد يحدث وأعتقد هذه مهمة وطنية كل القوى السياسية مطلوبة أن تقف وقفة واحدة في هذا الجانب لأنه هذا الجانب يخص قوة الشعب ولا يخص مستوى سياسي معين بالتأكيد سيد راءت كيف تنظر إلى المستقبل دعنا نقول الاقتصادي خاصة في ظل ارتفاع الدولار دورة البلمان العراقي في موضوع ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي الآن وأنا أقرأ هذا الخبر وصل سعر الدولار في العراق إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار هل هو هذا العام سيكون عام سيء اقتصاديا على العراق تفضل للأسف ستيمة يعني مستقبل الاقتصاد العراقي جدا يعني خلي لا نكون متشائمين جدا خلي نقول إذا لم يكن هناك تخطيط اقتصادي يعتمد فيه على الناس الأخصائيين الناس أهل التخصص بإمكانهم أن يحللون الموقف الاقتصادي وينطون الحلول طبعا هؤلاء الناس موجودين وموجودين للعلم موجودين بالحكومة نفسها لكن يعدون الدراسات ويقدمون الحلول لكنها تصطدم بالإرادات الحزبية يعني حكومة السودان الآن على سبيل المثال جاءت بعد وفرة مالية وفائض مالي يقدر بتسعين مليار دولار هذه التسعين مليار دولار أنا أجزم لك سيدتي أن كل الأحزاب المتحاصصين نعم هو قبل تنتهي السنة كان هكذا 100% ازداد أجزم لك يا سيدتي أن كل المتحاصصين في هذه الحكومة عيونهم على هذا المبلغ وكيف يستخدمون في بناء أحزابهم وليس في بناء الدولة نحن لدينا مشكلة المشكلة أن الأحزاب الحاكمة منذ 2003 ولي حد الآن ولي سببت هذا الدمار الاقتصادي خلي نقولك بحيث في أحد الإحصائيات 360 مليار دولار 360 مليار دولار المبلغ المهدور أو المسروق من ميزانيات العراق للأسف جاي تخطط لبناء أحزابها ولا تخطط لبناء الدولة العراقية وهذا طبعا من متبنياتهم يعني الدليل على هذا أن كل الوزارات فيها لجان اقتصادية للأحزاب كل الصفقات كل العقود يعني لازم هناك كومشن للحزب المعين الذي هو ماسك للوزارة وبالتالي كان تشخيصنا دقيق عندما رفضنا حكومة المحاصصة وقلنا أن هذه الحكومة هي تكرار لتجارب الفشل السابقة ليش لأن ليس هناك أي تخطيط الكل يهدف إلى بناء حزبة ولا يهدف إلى بناء البلد أما المستقبل الاقتصادي يا ستريمة المستقبل الاقتصادي نقول على الله إذا بقت هذه الأحزاب بهكذا عشوائية يعني تحكم بهكذا عشوائية بدون تخطيط ولو أخذ دقيقة من وقته ووقت الضيوف الكرام باختصار نعم الآن من ضمن هذه العشوائية التي تحكم البلد يعني المواطن العراقي الذي يجلس في بيته لا يعطوه حقه يعني حقه بالتعيين حقه في أي شيء صحيح بينما أصبحت الحقوق تأخذ عن طريق التظاهر يعني صارت عندنا ثقافة أنه أنت تريد تتعين لازم ترحب الظاهر صحيح وإلا ما يجيك حقك اللي أنت تخريز وتتعين هذه اللحظة يعني يتظاهرون من أجل تثبيتهم من أجل الحصول على حقوقهم سيد رائد ابقى معي أنت وضيوفي الكرام لأتوقف عند أمنيات السياسيين في العراق في عام 2023 أبدأ من أمنية السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السودادي قال آمل أن تضيئ أيامكم بكل آمالكم وطموحاتكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العام الجديد 2023 حافلا بالعطاء والسلام والعمل الجاد لسبع مستقبل أفضل حافظ الله العراق والعراقيين وكل عام وأنتم بألف خير تغريدة سيد مقتدى الصدر أو أماني السيد مقتدى الصدر في العام الجديد يقول أننا نهنئ العالم المسيحي عموما ومسيحي العراق بالخصوص بمناسبة رأس السنة الميلادية فأننا نتمنى لأحبتنا مسيحي العراق السلام والأمان في ربوع بلدهم الحبيب وأن يبعد عنهم الشرور من الإرهابيين والظالمين والمتشددين كما ونتمنى أن يكون إحياء هذه المناسبة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وعيسى بن مريم سلام الله عليه والابتعاد عن المعاصي التي تنزل البلاء والوباء فالسلام على أخوتنا في الوطن والإنسانية ورحمة الله وبركاته ننتقل إلى تغريدة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يقول مع وداع عام 2022 وما حصل معه من تحديات نستقبل عاما جديدا بتفاؤل آملين أن يكون عام خير واستقرار نتمسك فيه بالقيم الأخلاقية والوطنية ونتعامل بحكمة ونصارح المواطن بالحقيقة عبر عرض خطة إصلاح تبني دولة عصرية مدنية يستحقها العراق كل عام وشعبنا العراقي بألف خير وأخيرا تغريدة سيد نور الماركي يقول عام مضى وعام جديد أتى وبهذه المناسبة أتقدم بالمباركة المشفوعة بالدعاء لكل المسلمين والعراقيين خاصة أن يغادروا آلامهم ومعاناتهم خلال العام الذي انتهى ويستقبل العام الجديد بالعهد مع الله والشعب والأمة بالعمل على كل ما يعز الإسلام والمسلمين وبلدهم الغالي وفق الله الجميع وجعله عام خير وأمن وسلام ورفاه للجميع ولعراقنا الحبيب بالنجاح والاستقرار والأمن والأمان ومسيرته السياسية من نجاح إلى نجاح عودوا إلى ضيوف الكرام إذن أماني كلها من سياسيين عراقيين ركزت على الأمن والاستقرار هل يمكن أن يتحقق أخيرا الأمن والاستقرار وكيف ترجم سيد رافد العطواني مفردة الأمن والاستقرار في العراق أمن واستقرار سياسي اقتصادي أم أمني تفضل أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان على بلادنا وكافة بلاد المسلمين وبلاد العربية وكافة سأر الدول العالم آمين يا رب العالمي لكن الأمان شيء والأفعال شيء آخر أنا أعتقد أن الخارطة الجيوسياسية الخارجية يعني تنبئ بحدوث تغيير في منطقة الشرق الأوسط هذا التغيير ربما العام الحالي أو العام الذي يليه هذه ربما ستتقاسم الدول الكبرى يعني النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وهناك يعني لوحت الولايات المتحدة بالكثير من الإشارات إشارات ربما ستعصف بعضها دول عربية وبعضها دول الإسلامية ربما الأزمة التي تعيشها يعني دول العالم الكبرى يعني مثلا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي في رسم خارطة جيوسياسية ما بعد إقدام ترامب على اشتياح أوكرانيا أنا أعتقد أنه فضل الذهاب إلى طريق اللاعودة طريق اللاعودة الذي اتخذه ترامب ربما سيرسم خارطة جديدة وتفاهمات جديدة خاصة وأن هناك اقتراب واضح للمارد الصيني أستاذ ريمة فقط وهناك تقارب بين المملكة العربية السعودية وثقلها الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة مع المارد الصيني أنا أعتقد مع تقارب وتحالف بين الأردن مصر السعودية الاتفاق الصيني أنا أعتقد لا توجد هناك روابط ما بين إيران وروسيا وإيران والصين بقدر ما هنا نعم هذه التقاربات لأن أنا أعتقد أن الدور الروسي هو دور تابع فقط يعني هو كالعراق يعني لا يأخذ دورا رياديا في عملية التغيير لأن الوقت سيد رافد أريد يعني إنعكاس فقط في جزئية تماما هذه التقاربات هذه التحولات إنعكاسها على الداخل الوضع العراقي وأمان العراقيين هل سيت عفوا أمان أمان السياسيين العراقيين هل ستتحقق في عام 2023 أنا أعتقد كلما كان الداخل يعني الجو السياسي الداخلي هو متفق سنعبر إلى بر الأمان لكن أنا أعتقد أن حكومة السودانية بنيت على تناقضات كبيرة وخطيرة جدا تناقض سني شيعي كردي وكذلك هناك انقسام مجتمعي على الديمقراطية العرجاء التي أخرجت هذه الحكومة فقط أستاذ ريمة هناك توضيح يعني أنا في أحدى اللقاءات إذا تسمحي لي فضل نعم ذكرت في أحدى لقاءاتي السيدة وزيرة المالية طيف سامي وهناك لغط أو التباس حصل في هذا اللقاء أنا لم أقصد السخرية من السيدة طيف سامي ولا الاستهزاء بجنابها فقط استفسرت من عضو اللجنة المالية سجاة سالم عن الحدث الذي أو المعلومة التي وصلتني فقط للتوضيح يعني أستاذ ريمة تمام وضحت وشكرا جزيلا لك سيد رافض العطواني أنتقل إليه سيد رياض وأتمنى أن تكون الإجابة مختصرة لأنه الوقت لم يعد في صالح أماني السياسيين العراقيين التي قرأتها قبل قليل هل هي قابلة للتحقق أم ستبقى ضمن إطار الأماني والأمنيات والتمنيات وربما الأحلام من حق الجميع أن يتمنى ويدعو ولكن كلها تحتاج لها عمل الأحلام شيء والواقع شيء آخر الواقع يحتاج إلى حركة حقيقية حركة منطقية حركة مبنية على أسستراتيجية صحيحة الحكومة أمامها فرصة ذهبية لأن تصحح الكثير من الأخطاء السابقة أن تعيد قطار العملية السياسية إلى مسارها الصحيح بشرط أن تكون الخطوات مدروسة تكون الخطوات منتجة تكون هناك رؤية استراتيجية لبناء وضع بدائل لوضع حلول لأزمات متوقعة وبدائل لموارد لربما تنفد أو يذهب معينها في أي لحظة الكثير من الحلول موجودة ومتاحة أمام الحكومة ندعم حركة الحكومة في قضية التصحيح في قضية وضع الحلول والبرامج التي تنهض بالعمل الاقتصادي السياسي الاجتماعي إلى آخرين في قضية العمران ولكن نقف بالضد من أي تحرك مشبوه لأي قوة سياسية أو لأي حركة داخلية أو خارجية تريد أن تهد هذا البنيان أو تريد أن توقف العمل السياسي أو تريد أن توقف توقف الحكومة عن توفير الأجواء الآمنة بكل معاييرها للشارع العراقي أيضا الأمنية مباحة للجميع ولكن مرهونة بالعمل الحقيقي على أرض الواقع نعم ونحن أيضا نتمنى ونتابع هذه الأمنيات بشغف واهتمام كبير لأننا نتمنى كل الخير والأمان والاستقرار لهذا البلد العظيم شكرا جزيلا لك عضو طيار الحكمة رياض العوادي كنت ضيفا من بغداد أشكر موصول إلى مدير المكتب السياسي لحركة انفيداد رائد الصالح براس كايب وكذلك البحث في الشأن السياسي رافض العطواني من بغداد أيضا شكرا لكم ضيوفي الكرام أهلا بكم في المنشة الأحمر الثاني قبل حوالي ثلاثة أعوام من اليوم بدأت الأخبار تأتي من الصين عن وباء يغزو البلاد لا يمكن السيطرة عليه حتى اشتاح العالم وتحول إلى جائحة تهدد أرواح البلايين وأقعدت ملايين أخرى في منازلهم لأشهر عدة وتسببت بإغلاقات وقيود على الحركة والسفر والتنقل حتى نجح العلماء والخبراء بإجاد لقاح لفيروس كورونا لتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا اليوم الأخبار لا تصر من بكين حيث تسبب الارتفاع الهائل لعدد الإصابات بفيروس كورونا مجددا في الصين إلى انقسام في مختلف دول العالم على الإجراءات الضرورية لمنع موجة عالمية جديدة للجائحة فيما دعت منظمة الصحة العالمية بكين إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة الفعلية والفاعلية وبالسرعة القصوى نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود لنناقش هذا الماشد اتسعى دائرة الدول التي تفرض إجراءات على القدمين من الصين حيث يتفشى فيروس كورونا مجددا وبينما أقر الرئيس الصيني بأن بلاده تواجه تحديات صعبة أطلقت مديرة صندوق النقد الدولي تحذيرا بشأن تأثير الاقتصاد العالمي لتطورات الوباء ويواجه المسافرون من الصين الآن قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكوبيد 19 في هذه الدولة الأسوية البلغ عدد سكانها مليار وأربعمائة مليون وانضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها وكانت بكين وضعت حد للسياستها الصارمة صفر كوفيد التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة وهان جنوبي الصين وفي حين تمتلئ المستشفيات الصينية بالمصابين بكوفيد 19 والمحارق بل جوثث يصر المسؤولون على أن هذه الموجة تحت السيطرة رغم الاعتراف بأنه من المستحيل تتبع حجمها ورغم ارتفاع عدد الإصابات فإن حشودا كبيرة تجمعت الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في شنكهاي ووهان لكن الاحتفالات بدت أكثر هدوءا مما كانت عليه في السنوات الماضية أتقول دول عديدة إن افتقار بكي للمعلومات الشاملة بشأن الإصابات بكوفيد هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري هذا المنشيط ينضم معي الصحفي ياسيني من بكين نادر رونغ مرحبا بك سيد نادر بداية ما حقيقة هذه الارتفاعات المقلقة بأعداد كورونا مجددا في بكين وثانيا لماذا ترفض بكين مشاركة المعلومات والبيانات مع منظمة الصحة العالمية تفضل مرحبا بكم أولا هذه العدد الكبير من الإصابات هو بسبب أن الصين في شهر الماضي بداية الشهر الماضي قد رفعت معظم القيود إجراءات الإغلاق والاختبار والفحص وأيضا الحجر المركزي بسبب رفع هذه القيود أو إجراءات تحسين إجراءات مكافحة الكويت أصبح العدد المصابين في زيارة سريعة جدا وكذلك بسبب أن الفيروس متحور أو ميكروم لديها قدرة قوية للانتشار ولكن خطورتها انخفضت مقارنة مع الفيروس كان قبل الثلاثة سنوات وثانيا صين لم ترفض المشاركة أو تشاتر معلوماتها مع منظمة الصحة العالمية وقدم كل من لديها من الأرقام وكذلك رصدها لأنواع مختلفة من المتحور لكن لماذا هناك مطالبات إذن سيد رونغ لماذا هناك مطالبات مستمرة من منظمة الصحة العالمية لبكين بأن تشاطر المعلومات هذا يدل على عدم تعاون من قبل الجانب الصيني مع منظمة الصحة العالمية لا يعني في بداية الكورونا قبل الثلاثة داوام داعت صين مرتين خبروا منظمة الصحة العالمية لزيارة ميدانية وكذلك هذه مرة قدم كل البيانات التي تملكها الصين من المتحورات وكذلك من عدد الإصابات ولكن هذا إحصاءات للمصابين الآن أصبح صعب لأن لا يوجد إجراءات صارمة الآن تطلب من المصاب التسجيل للمستشفى فمعظم ناس يعني إن إصابتهم يبقوا في البيت ولا يخبروا أحد وبعد وسبوع تعاف وأعدوا إلى العمل وهذا الأرقام يعني صعب للإحصاء لأن يعني لا يوجد الآن يعني فحص والاختبارات يعني الإجباري نعم طب سيد رونج يعني هل العالم في ظل هذه الارتفاعات غير المسبوقة لأعداد كورونا مجددا في الصين هل العالم يجب أن يتخوف من إغلاقات جديدة يجب أن يأخذ الحيطة والحذر وإذا كان كذلك فعلا لماذا الصين اليوم تهدد وتلوح بمعاملة بالمثل للدول التي سارعت واتخذت خطوات احترازية طبعا لأن هذه الدول هو المعاملة غير يعني عادل للصين ولذلك حسب مبدأ التعامل بالمثل فالصين اتخذت نفس الإجراءات معهم وخاصة أن هناك المتحاولات الجديدة من الولايات المتحدة وهنا في الصين أيضا الناس متخبفون عن هذا المتحاول الجديد ويطالبون الحكومة بفرض الحواجز ولكن حاليا يعني الصين الاتجاه العام على الانفتاح ورفع القيود لم يتغير لأن بعد ثلاثة سنوات من الإغلاقات وكذلك السياسة الوقاية السارمة يعني حفظت الصين على يعني عدد قليل من الإصابات وكذلك عدد قليل من الوفايات مقارنة مع الدول الأخرى فحاليا ليس هناك حاجة لفرض الحواجز للمسافر القادمين من الصين لأن الفيروس المتحاول الفيروس منتشر حاليا بالصين قد اجتحت العالم قبل سنة تقريبا يعني كثير معظم أصدقائي الأجند في الخارج يعني أصابهم هذا الفيروس أوميكرون منذ أكثر من سنة والذي منع القطيع وصين بسبب تمسكها بسياسة صفر كوويت فالمعظم الناس لم يصاب من قبل ولكن بعد رفع هذه الإجراءات في وقت قصير يعني هناك أعداد الإصابات هائلة وأعتقد كل الدولة لابد أن تمر بهذه المرحلة عند رفع حتى في دول العربية في دول الأوروبية كذلك عند بداية رفع القيود هناك عدد كائل من الإصابات والزيادة سريعة للإصابات وهذا أمر طبيعي فصين تمر بهذه المرحلة وكذلك هذه الفيروس المتحاول هو نفس الفيروس التي اجتاحت عالم ولدى هذه الدول كذلك منع قطيع فليس من الحاجة أعتقد هنا الأعوام السياسية تلعب دور أكبر هناك بروباغاندا ترافق هذه الارتفاعات لأعداد كورونا في الصين ودائما ما يتم تصوير الأمر على أن هناك كارثة صحية في الصين من هذه الأعداد المقلقة وأنه يجب على العالم أن يحتاط هل نسميها بروباغاندا بالضد من الصين هل لها دوافع سياسية وما دوافعها اليوم في ظل هذا التوقيت طبعا يمكن أن نرى يعني إنما تمسك الصين بسيادة صفر كوويت وتمسك بحماية المواطنين من معهم من معي انتشار الفيروس في الصين وهذه الدول تطلب من صين رفع القيود وتطلب صين في فتح الحدود وتقديم المستسيلات لتبادل أفراد بين مختلف الدول وثم عندما رفعت صين هذه كل القيود وهي نفس هذه الدول التي فرضت القيود على الصين فهذا من الواضح أن نرى هذا عوام سياسية تلعب في الدور الأكبر في هذه الإجراءات وخاصة أن الأتباء في مختلف الدول قد أكدوا أنه ليس من الحاجة لفرض هذه الحواجز وكذلك هذه الحواجز الآن بنسبة إلى متحولات أو ميكروم ليس لها أي فائدة إلا زيادة الحواجز بين تبادل الأفعاد في أي الدول حتى هم الخبراء وأتباء يقولون حتى الكمامة العادية الآن لا يستطيع أن يمنع انتشار هذا المتحاول الجديد المتحاول القدرة قوية على الانتشار فلذلك يعني هذه أعتقد كيف تتكافح الصين ما هي الإجراءات المتطبعة اليوم في الصين لمكافحة انتشار وباء كورونا أو للتخفيف من هذه الأعداد طبعا حاليا الحكومة تعمل على استعداد الموارد التوبية لإنقاذ حالات الشديدة أو حالات الخطيرة وخاصة للمسانين فبالنسبة للشباب والذين الذين أما ناعة قوية فهم لا يحتاج إلى أي علاج فيبقى في البيت حتى لا يأخذ الأدوية ولكن هناك المصانع الأدوية تعمل بكل طاقتها لتقديم إمدادات كافية للأدوية ولكن الحكومة تعمل الآن على إنقاذ حياة المسانين المصابين الذين أمرات مزمنة السابقة وحول الأشخاص أكثر محددا بكورونا ولكن الناس من فئة أمري أخرى يبقى في البيت ويقدم هذه الموارد التبية التي يحتاجون بشكل أكثر نعم أنا أشكرك جزيل أشكر الصحفي الصيني نادر رون كنت ضيفنا في هذا المنشات من بكين مشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختام ملفات منشات أحمر لهذا اليوم وعدنا معكم يتجدد يوم الخميس القادم إلى ذلك الحين كل التحية وإلى اللقاء